كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن حدث عظيم وقع في رمضان تستقبله الأمة الإسلامية قاطبة بحفاوة إنه ذكرى من الدكريات الإسلامية العظيمة ذكرى غزوة بدر الكبرى والتي احتفى بها القرآن الكريم والمسلمون منذ ذلك الزمن كل سنة في رمضان يحتفون بها ويذكرونها من باب قوله تعالى وذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله فيوم غزوة بدر الذي وقع في السابع عشر منه هو يوم من أيام الله هذه الغزوة الكبرى كانت بين المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة وكانت بين قبيلة قريش ومن حلفها من العرب من جهة أخرى بقيادة عمر ابن هشام أبو جهل هذه المعركة سماها القرآن الكريم غزوة بدر لأنها وقعت في منطقة معروفة فيها الماء تسمى بئر بدر فأخذت اسمها وربنا عز وجل سمها بيوم الفرقان في القرآن الكريم سمى غزوة البدر بيوم الفرقان لأن فيها سيفرق الله بين الحق والباطل وسوف يعز الله الإسلام وسوف يعز الله المسلمين بعدنات شديدة كبدوها إذا أردنا أن نعرف هذه الغزوة لا بد أننا نتعرف عن الأسباب وعن السياق التاريخي لهذه المعركة كما تعلمون جميعا بأن الإسلام لما ظهر ظهر كرسالة أراد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى الله رب العالمين لكن المشركين رفضوا أن يسمحوا له بأن يصدع بما يؤمر وكان الرسول صلى الله عليه وسلم دوما يتعرض للأذى ولما أسلم معه جماعة من المسلمين الصالحين كانوا يؤذونهم بل وقد حاصروهم كما تعلمون في السيرة النبوية ما يسمى بالحصار الاقتصادي والاجتماعي الذي مورس على المسلمين ما يسمى بالحصار الاقتصادي والاجتماعي الذي مورس على المسلمين في أول الإسلام في مكة المكرمة ومنعوا المسلمين من التعبير عن آرائهم منعوهم من تبليغ دعوتهم منعوهم من كل شيء حتى اضطر المسلمون إلى الهجرة هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنظرة ولما هاجروا تركوا أموالهم وتركوا تجارتهم وتركوا كل أمتعتهم وهربوا بدينهم وصار المسلمون هناك فقراء في المدينة المنظرة حتى سن لهم النبي صلى الله عليه وسلم سياسة المؤاخات آخا بين الأنصار والمهاجرين لكن بقي المسلمون يشعرون بأنهم مظلمون بأي يجعلونهم غرباء عن أوطانهم كانوا يلتمسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم المقاومة يلتمسون أن يدافعوا عن أنفسهم لكن الإسلام ليس بدين حرب الإسلام هو دين دعوة دين رحمة ودين يسعى إلى أن يجر الناس ويعرفهم بالله جل علاه أما وقد وقع الظلم مراراً وتكراراً على المسلمين وكان الناس يستغيثون ربنا استجاب لهم وأنزل أول آية فيها الأمر بالمدافع في الأول كان الله تعالى يأمرهم بالصبر صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة يا أيها الذين أمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله دائماً المطارب بالصبر ولكن رأى بأن المشركين وغيرهم من الصناديد الكفار كانوا يبالغون ويتفننون في الإداية وفي القهر فنزل قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز حينما نزلت هذه الآيات استبشر المسلمون خيراً لأنهم كانوا يشعرون بالضعف والهوان تمارس عليهم الضغوطات وتصادر أموالهم ويخرجون من ديارهم ومع ذلك يطلب من ديارهم ومع ذلك يطالبون بالصبر فالإسلام ودوماً دين يدعو إلى السلم ويدعو إلى الأمن ولا ينزع إلى القتال أو سفك الدماء إلا عند الضارورة القصوى فجاء هنا الإذن من الله تعالى بالمواجهة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في خطة من الخطط فشاءت قدرة الله تعالى أن بلغ إلى علم المسلمين بأن قافلة تجارية كبيرة محملة بالأموال يقودها زعيم من زعماء الكفر تابع لقريش وأبو سفيان بن حرب وهذه القافلة تتكون من أكثر من ألف بعير محملة بالكثير من البضائع تجارية المسلمون قالوا أموالنا صودرت منا عنوة قهرا وهذه فرصتنا لنسترد بعض أموالنا فهم عندهم آلاف الآلاف من البائير قيمتها ضاعت منهم الآن بين أيديهم فرصة لهذه الألف بعير هذه القافلة يأخذونها فبدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعد العدة فقط ليس للحرب وإنما لاعتراض سبيل هذه القافلة لاسترداد أموال المسلمين الضائعة المسنوبة لأن المسلمون كانوا يعيشون في المدينة في فقر الآلاف هاجروا وصاروا مشردين بلا مأوى وكان أهل مكة أهل تجارة وأهل المدينة أهل فلاحة وبقي أعداد كبيرة بدون مأوى بدون سكن بدون عمل ويواجهون صعوبة كبيرة في لقمة العيش فالرسول صلى الله عليه وسلم من باب أنه يريد أن يأخذ بضع حقوقهم قرر أن يقوم باعتراض السبيل هذه القافلة التي اعترضت أموال المسلمين لكن المشركون كانوا أذكياء عندهم ريون عندهم جواسيس علموا بأن بأن المسلمين يستعدون لمباغتتهم فقام أحد هؤلاء المشركين وصبق وصار بسرعة إلى مكة المكرمة ودخل على المشركين في النادي كان هناك يسمى نادي قريش يعني بحل قلت برلمان أو مجلس مجلس للتشاور يسمى نادي قريش دخل فوجد علية القوم الكبراء الزعماء السياسيون وأصحاب نادي قريش دخل فوجد علية القوم الكبراء الزعماء السياسيون وأصحاب القرار والمتحكمين في الاقتصاد دخل عليهم بأعلى صوته ينادي يقول يا معشر قريش اللطيمة 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 أموالكم مع أبي سفيان وقد يتعرض إليها محمد وأصحابه وإني أراكم أنكم لن تدركوها الغوت الغوت اللطيمة اللطيمة وصار يحمسهم فهنا أبو جهل قال هذه فرصتنا لكي نتواجه مع المسلمين أرسلوا رسائل إلى أبي سفيان بن حرب وطبعا لم تكن أنداك هناك لا هواتف نقالة ولا فاكسات وإنما كان عندهم أساليب أخرى للتواصل كان عندهم الحمام والنسور كانت تحمل الرسائل تكتب في أوراق وتعلق البحرية ويسير في طريق أخرى حتى يموه على المسلمين طريقهم لاعتراض هذه القافلة وفعلا نجت هذه القافلة لفيها أكثر من ألف بعير محملة بأموال طائلة نجت القافلة ولم يفلح المسلمون من أن يصلوا إليها وكادت المسألة أن تنتئي إلى هنا لكن أبا جهل قال لهم علينا أننا نجمع العدى ونضرب محمد ومن معه هذه فرصة لا تعوض لا بد أن نستغل الفرصة لتوجيه ضربة قاسمة للمسلمين إننا سوف نحقق مكاسب سياسية وديبلوماسية كبيرة إننا إذا ضربنا هؤلاء المسلمين سوف نفرض هيبتنا على العرب وسوف نفرض هيبتنا على العرب وسوف نستطيع أن نبيد هؤلاء المسلمين أو على الأقل أن نضعف من شوكتهم فتحمس أبو جهل وأمر بجمع الجيوش لإعتراض السبيل المسلمين حينما بلغ إلى علم الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن القافلة قد حرفت تجاهها أراد أن يرجع لكن لما علم بأن قريش تستعد للمهاجمة رأى بأن الرجوع سوف يدعم المكانة العسكرية لقريش وسوف يطعف كلمة المسلمين سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان على درجة عالية من العلم بمكائد سياسة وتدبير الشؤون العسكرية فكان لابد أن يتخذ موقفا صار لابد أن يتخذ موقفا صار عن نبي صلى الله عليه وسلم إلى عقد مجلس عسكري طارئ لأن مسألة الحرب أو السلم هي مسألة لا تخص قائد الدولة أو رئيس المجموعة هي مسألة تخص الجميع الشعب بكامله الوطن بكامله فلابد من أخذ الموافقة ففي المدينة المنورة جمع النبي الكريم الأنصار والمهاجرين وعقد مجلسا عسكريا طارئا وبدأ يتشاور مع أصحابه ما رأيكم كان يستشيرهم ماذا نفعل هل نخرج للمواجهة أم نعود خائفين ونصبر على الذل والمهانة أول من قام هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قام موافقا ومؤيدا لرأي النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى يرسل الله ما علينا إلا أن نستغلها ثم قام سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأيد هذا القرار وبعدها بدأ الصحابة واحدا تلو الآخر يؤيد فقال أحد هؤلاء المقداد ابن عمر رضي الله عنه كلمته الذهبية التي صارت مكتوبة بمداد من الذهب والفخر عند علماء السيرة والمغازي قال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون وتحمس الصحابة وصاروا يرفعون أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر قاموا بكل الحمام بكل الحماس وقال آخر والله والذي بعثك بالحق يا رسول الله إن سرت بنا نسير معك مهما فعلوا نفعل معك هنا النبي الكريم شعر بالعزة والفخر شعر بأن معه رشال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لكن فئة أخرى من الذين أسلموا في ظروف ليست ولابد كانوا يشعرون بالخوف وكانوا يشعرون بالتردد هم مسلمون دائما هناك الجماعة المسلمة هناك فئة قوية هناك فئة شجاعة لا تخشى في الله لوم تلئم وطبعا هناك فئة أخرى إيمانها متدبدب ويلتمسون الأعضار فهؤلاء بدأوا يتراجعون ويقدمون المبررات هنا ستنزل آيات قرآنية من صوفها الله تعالى الموقف السلبي المتخاذل لبعض هؤلاء المسلمين كما قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يصاقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون هذا الخطاب الإلهي يفهم منه أن الله تعالى يؤيد الجماعة المسلمة الأولى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخرج للمواجهة ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف موقف المهاجرين إنهم معه رباهم تربوا في بيت الأرقم لأب الأرقم عندهم تربية أرقمية وكان يعلم واحدا واحدا فكان عنده يقين في مواقفهم ونيتهم فليس عنده شك في المهاجرين ولكن يتوجه إلى الأنصار الأنصار الذي بينه وبينهم هي بيعة والبيعة التي كانت مع الأنصار هي تشمل حمايته ومنعه ولكن ليس فيها أن يشاركوه في الحرب لأن هناك عقد بيعة لما هاجر النبي الكريم من مكة إلى المدينة عقد مع الأنصار بيعة أنهم يأهوه ويحمونه ويمنعونه ما يخلوا أحد يقرب منه ولم تكن في نوع أخرى من أجل القتال فتعرض إليهم وقال أي الأنصار أشير علي أشير علي فقام سعد بن وعاد رضي الله عنه بموقف جليل أخذ المبادرة دائما الناس يكون في تردد ولكن لما يقوم أحد الحاذقين أو أحد أصحاب المرؤة يأخذ المبادرة ويقول كلام يحمس الجميع قال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا بأنك جئت بالحق ونحن على عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة فامضي يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك وما تخلف منا رجل يا رسول الله إننا ما نكر أن تلقى بنا عدوا وإننا في الحد البحر فخذته لخذناه معك وما تخلف منا رجل يا رسول الله إننا ما نكر أن تلقى بنا عدوا وإننا في الحرب أقوية وسوف ترى منا ما يسرك قم يا رسول الله هيا على بركة الله فقام الصحابة كلهم على بركة الله فسر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأيام كان وجه النبي الكريم يظهر وكأنه مسود من شدة الحزن والهلع لكن لما سمع هذا الموقف المشرف من الأنصار ثم من قبلهم الموقف المعز من المهاجرين استبشر وتهلل وجهه كأنه مذهب وقام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ليقوموا بالمواجهة فقال سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ينوي أبدا قتال لم يكن ينوي أبدا سفك الدماء كان فقط يريد استرجاع الأموال المسلوبة من المسلمين ولكن هكذا قدر الله تعالى أن تقع المواجهة بين جيوش الرحمن وجيوش الشيطان المسلمون في غزوة بدر كانوا أقل كانوا حوالي ثلاثمائة وبضعة عشر رجل وكان معهم فقط فرسان اثنان وكان معهم سبعون جمل أما المشركين فكان عددهم يزيد عن ألف وتلاثمائة مقاتل وكان معهم مئة فرس وكان معهم جمال كثيرة لا يعرف لها عدد وكان عندهم ستمائة درع وأسلحة متطورة حسب ذلك الزمن من سيوف ودروع ونبال ومنجنيق وغير ذلك هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يبشر صحابته بأن الله سيكون معهم أول ما سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحمس الطائف المؤمنة وسوف يعيدهم بالجنة خطب فيهم وقال بأن من مات منكم شهيدا فإنه سيغمض عينيه ثم يفتحهما في جنة عرضها السماوات والأرض ومن بقي منكم حيا في هذه المعركة فإننا سنغنم غنائم كثيرة وسوف يفرض علينا الخير تحمس الصحابة كلهم باستشفوا وأشموا رائحة الجنة طيبها كالمسكي والبعض الآخر يقول سوف نغنم غنائم كثيرة في هذه المعركة سمع بعض القبائل بهذه المنورات فأرادوا أن ينضموا إلى جماعة المسلمين وهم ليسوا مسلمون هم مشركون قالوا له يا محمد إننا نرى حمسكم هذا ورأينا بأنكم سوف تنتصرون نريد أن نساعدكم في هذه المعركة على أن تقسموا علينا الغنائم النبي الكريم قال هل أنتم آمنتم بالله هل آمنتم بأني رسول قالوا لا نحن مشركين فاعتذر لهم النبي الكريم وقال ارجعوا فإننا لا نستنعين بمشركين قال لزعيمهم ارجع فإننا لا نستعين بمشرك نحن نستعين فقط بالمؤمنين بالأياد المتوضئة وبالجباه الساجدة وبالألسنئة وبالجباه الساجدة وبالألسن الذاكرة وبالقلوب الخاشعة حتى ولو كنا قل قليلة وكنا مستضعفين ربنا سوف يكون معنا هنا سيبدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يضع الترتيبات العسكرية للمواجهة نحن نعلم بأن النبي نبي إنه يعرفون بالله ويشرح لنا العبادات ويصن لنا الآداب كيف الآن سيدخلنا إلى معركة؟ أي نعم ما يتميز بالإسلام عن بقية الأديان هو أنه يحمي نفسه بنفسه المسيحية مثلا ما عندهم جهاد وما عندهم معركة؟ تعانيم سيدنا إيسى بن مريم يسوع عليه السلام كان يقول من صفعك على خدك الأيمن فأدل له خدك الأيصر ومن جاءك يسرق غداءك فهده عشاءك واترك الدنيا لهم ما لليه وسوف يعدب لن يدافع عن نفسه الديانة المسيحية هي ديانة مؤقتة كان دورها تربوي وأخلاقي ولهذا عذب المسيح وعذب أتباعه وبقوا ثلاث قرون والمسيحية مشردة فيما بعد تمسح بعض الحكام وجمع المسيحية ونظمها ورتب كتبها في مجمع نيقى المعروف في روبا أما الإسلام فهو منذ الانطلاق كان يريد أن يحمي نفسه بنفسه حماية بيضة الإسلام فبدأ النبي الكريم يتحول من مجرد نبي إلى قائد عسكري أول الترتيبات بعد الحماسة وبعد أن أخذ موافقة الناس لم يكن منفرد برأيه خطأ كبير أن القائد العسكري يقوم بشن حرب دون أن يستشير من معه هو قائد لمن خلفه من المواطنين ومن الشعب لابد أن نعه هو قائد لمن خلفه من المواطنين ومن الشعب لابد أن تأخذ رأيهم ولابد أن يوافقوا على ذلك هذا ما فعله النبي الكريم لما أخذ الموافقة بدأ الآن في الترتيبات التكتيكية أول عمل قام به هو أنه صنع لواء أبيض علامة على جيش المسلمين فجيش المسلمين منذ البداية كان لونهم أبيض نحن نرى بعض الجماعات الإسلامية التي تدخل غمار الحروب تضع علما أسود وهذا مخالف لما هو في الدين الدين الإسلامي كان يرفع لواء أبيض بمعنى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها الإسلام دمما هو يجنح للأمن والسلام وعدم سفك الدماء لما صنع النبي الكريم هذا اللواء الأبيض وصار هو علامة على الجيش الإسلامي وصار هو علامة على الجيش الإسلامي سوف يقسم العساكر إلى كتيبتين سيضع كتيبة المهاجرين وكتيبة الأنصار كتيبة المهاجرين كانت بقيادة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لأنه كان يعرفهم واحدا واعتا ويعرف قدراتهم ويتفاهمون بالرموز ويستطيع أن يحكمهم ويوجههم ويتجاوب معه إيجابا أما كتيبة الأنصار فكانت بقيادة سعد بن معاد وهو أيضا كان يعرف هؤلاء الصحابة الأنصار واحدا واحدا ثم إن النبي الكريم بدأ يخطط لسحة المعركة في الميمنة وضع الزبير بن العوام وفي الميسرة وضع المقداد بن عمر سحة المعركة جنح عيمن جنح أيصر قيادة عليا حكم هكذا هو سحة المعركة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الجيش لإسلامي مقسم إلى كتيبتين كتيبة الأنصار كتيبة المهاجرين الميمنة ثم هناك الميسرة ثم هناك الساقة يعني الميسرة والميمنة يعني وسط الملعب يعني الدائرة للملعب وضعت تسمى الساقة وضع فيها قيس بن أبي صح صح ثم القيادة العامة ضلت بيد النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم صنى له عريش مرتفع ومن هناك كان يرى الأجواء العامة لكي يعطي أوامره إما بالهجوم وإما بالرجوع هذا ما كان يقع في المعسكر الإسلامي أما في المعسكر المشركين كان القائد العام لهم هو أبو جهن عمر بن هشام وبدأوا يجتمعون في دار الندوة في برلمانهم وكان كل واحد منهم يعطي رأيا وجاءهم الشيطان الشيطان تمتل في صورة رجل أعرابي في صورة كأنه بشر وصار يعطيهم الحلول ويحمسهم وهم يظنونه بأنه أحد الأعراب من القبائل له نية في القضاء على محمد والدين الجديد لكنه في الحقيقة الشيطان تمتل في صورة بشر وقد سرد القرآن العظيم كل هذه التفاصيل حينما قال ربنا عز وجل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم إبليس بدأ يحمسهم ابدأوا بالهجوم اقضوا على محمد لا تتركوا منهم أحد لا يعلمون بأن محمد اقضوا على محمد لا تتركوا منهم أحد لا يعلمون بأن محمد لن يقضوا عليه والجماعة المسلمة هي ربنا سبق في علمه ستكون خير أمة أخرجت للناس وسوف تكبر من خمسين نفر إلى مئتين إلى ألف إلى الآن مليار أربعمائة مليون حاليا إبليس قال لهم وإذ زينهم الشيطان أعمالهم وقال ماذا قال إبليس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم لكنه لما ستقوم المعركة سيتراجع فلما ترأت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله الشديد العقاب ربنا لخص هذه الترتيبات العسكرية في آيات قرآنية معدودة أبو جهل لما بدأ إضاء الترتيبات تواصل مع أبي سفيان يحمي الجميع فهنا أبو سفيان كان رجل سياسي ورجل دهية ورجل صاحب مصالح رؤية اقتصادية قال يا أبا جهل كفانا لا حرب لقد نجون بالقافلة أموالنا مضمونة لا دائرنا قد نقوم بالحرب كان رجل اقتصادي كان عقيدته هي المصلحة هي المادة هي الربح مادم قد نجت القافلة فلدائل الحرب أبو سفيان كان داهية سياسي لم يكن اقتصادي وكانت يقول لا بد أن نقضي على المسلمين هذه فرصتنا لا ينبغي أن نعود وأخذهم العجب وأخذهم الكبرياء وبدأوا يقومون بالاستعداد للمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم في المعسكر المسلم كانوا يتوضأون وكانوا يذكرون الله تعالى وبدأ يحمس أصحابه كانوا يذكرون الله تعالى وبدأ يحمس أصحابه الكلمة التي كان يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر هي قوله تعالى قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فالصحابة كانوا يتحمسون ثم يقول سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الحسنيين أو إحدى الطائفتين والله إني كأني أرى مصارع القوم كان يبشرهم بمآل المعركة والله إني لأرى مصارع القوم فهنا بدأ الصحابة يتحمسون ويقولوا أبشر يا أبا بكر أبشر يا عمر أبشر يا معاد فكان الصحابة كلهم يتحمسون ويقول والله من قاتلهم مقبلا غير مدبر ويقول والله من قاتلهم مقبلا غير مدبر ثم توفي إلا أدخله الله الجنة غد يغمض عينيه غير يفتحهم في الجنة ولكن البعث والنشور متى البعث والنشور والحساب متى الله تعالى يقلس الزمان والمكان يجمع الزمان والمكان ويجعل المجاهد الذي يموت في سبيل الله في اللحظة في اللحظة ليس في اليوم الموالي يغمض عينيه هنا موتا يفتحهم في الجنة عرضه السماوات والأرض فقام الصحابة كلهم صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأول اتخذ مكانا لكي تكون معركة الحربية فإذا بأحد الصحابة الحباب ابن المندر يسأله يا رسول الله هذا المكان الذي نزلت فيه هل هو منزل أنزلكه الله تعالى أم هو الرأي والحباب ابن المندر يا رسول الله هذا المكان غير مناسب إني أرى أننا نقوم عند بئر بدر ونردم الآبار المجاورة فنشرب من الماء ونحرم المشركين من الشرب لأن الماء أصل الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي من ملك الماء ملك الحياة فقال النبي الكريم والله نعم الفكرة فأمرها أمر بوضع هذا التنفيذ هنا نلاحظ أمر الله تعالى وأمرهم شورى بينهم يعني يعلمنا درسا في الديمقراطية بل أكثر من الشورى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير صحابته عسكري من درجة بسيطة لكن عنده رأي حصيف سبن النبي استمع له وتشاور وقال نعم الرأي وأمر بتنفيذ هذا الرأي ثم بعد ذلك لما بدأوا يقسمون المهاب معاد سعد بن المعاد لما بدأوا يقسمون المهاب معاد سعد بن المعاد قال لي رسول الله القيادة العامة تقتضي أن تكون أنت في موضع مرتفع حتى ترى الكل وتكون بائدة للخطر فوضعوا للنبي الكريم عريش مرتفع يكون للقيادة والاطلاع على مجرية الأحداث سبن النبي لما سمع هذا الكلام استحسنه فوضع القضية لتنفيذ وهذا يعطينا انطبع بأن القائد العسكري أو قائد الأمة هو لا ينفرد بآرائه وإنما يستشير أصحاب العقول وأصحاب الرأي وأصحاب التجربة ويستفيد منهم لأن عقل واحد ليس كسبعين عقل إذا كان عندك مجموعة كبيرة عندما عقول كلهم يقولون أراء مختلفات وربما تختار منها الأجود هذا هو المطلوب وأمرهم شورى بينهم لما بدأت المعركة النبي الكريم أعد العدة كلها أعد الجيش يعلمنا درس آخر أنك بعد أن تتخذ الأسباب عليك أن تلجأ إلى رب الأسباب إياك أن تعتمد على الأسباب المادية فقط فوق الأسباب هناك رب الأسباب سبنا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا اعتزل هؤلاء الصحابة الكرام ودخل في عزن مع ربه وصار يدعوه يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم انتهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا يا رب وبدأ يبكي حتى ابتلت رحيته نتعلم هنا أن الإنسان رغم أنه يتخذ بالأسباب ويخطط ويضع الرؤية الاستراتيجية ولكن عليه أن يبقى دائما يدعو ربه الله سبحانه وتعالى الكريم إن الله معنا يسمع كلامنا ويرى مكانا ويخطط ويضع الرؤية الاستراتيجية ولكن عليه أن يبقى دائما يدعو ربه الله سبحانه وتعالى الكريم إن الله معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه من أمرنا مباشرة جاءت بوادر النصر الإلهي أول بوادر النصر الإلهي أن الله تعالى سيؤيد المسلمين بالنعاس سيعطيهم النوم لأن معروف في المعارك الليلة تسبق المعركة يصيب الجنود الرعب يشعرون بتغير هرموني يشعرون بالإذطراب وبالخوف ولا يكادوا ينامون لكن الله تعالى الرحمن الرحيم سوف يرسل على هؤلاء المؤمنين النعاس وسوف هذا النعاس يجعلهم يغطون في نوم عميق وتحل السكين في قلوبهم ويعطيك قوة للمبادرة والمواجهة هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يستبشر ويعلم بأن بوادر النصر الإلهي بدأت تحضر والقرآن العظيم سجل كل هذه المواقف قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز إذ يخشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويدهب عنكم رز الشيطان وليربط على قلوبكم ويتبت به الأقدام المطر الذي نزل في المعسكر المسلم جعل التربة ما فيها غبار تبت الله أقدام الخيول والفرسان وما إن أشرقت شمس صباح اليوم السابع عشر من رمضان في مثل هذه الأيام التي نعيشها من هذا الشهر الفضيل سوف يلتقي الجيشان جيش الرحمن السابع عشر من رمضان في مثل هذه الأيام التي نعيشها من هذا الشهر الفضيل سوف يلتقي الجيشان جيش الرحمن وجيش الشيطان سوف يلتحم الفريقان وسوف تتعالى التكبيرات ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجيوش والصفوف وكان صلى الله عليه وسلم في المعركة يكبر وينادي لا إله إلا الله الله أكبر وكان يقاتل بسيفه يقبل ويدبر يصول ويجول حتى قالوا الصحابة وكأنه وحده صلى الله عليه وسلم جيشا برمته وحده كان قويا صلى الله عليه وسلم وكان دوما إذا رأى الصحابة وقع فيهم خوف أو تردد كان يرفع صوته ويقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ثم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر وفعلا تحمس الصحابة ثلاثمائة صحابي مقابل ألف وثلاثمائة من المشركين وسبحان الله تعالى ربنا عز وجل سيعطيهم البركات الله تعالى سيلهم رسوله الأكرم ديبلوماسية وتكتيك استراتيجي في المعركة سيلهمه ما يسمى بالقتال عن طريق الصف هذا لم يكن معروفا عند العرب العرب كانوا يهجمون دفع واحدة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أول من سوف يبدع طريقة جديدة مبتكرة في القتال وهي عن طريق الصفوف صفا صفا وقد استفادها من القرآن العظيم لما نزلت سورة الصف قال فيها الله تعالى بادا بسم الله الرحمن الرحيم كنون على هيئة الصلاة صفا صفا فأخذ النبي الكريم يبدأ بالصف الأول عندهم الحراب والصف الثاني عندهم النبال والصف الثالث عندهم السيوف هكذا ولما رأى بأن المشركين تقدموا لأن عددهم كبير وسلاحهم قوي تقدموا وكادوا أن يقضوا على الصحابة هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوجه إلى ربه بالدعاء ولم يبقى عنده سلاح انتهت الرماح وانتهت النبال وانتهت السيوف ما بقي عند النبي الكريم شيء لم يبقى عنده إلى الحصى حجارة صغيرة حصى فماذا صار يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يأخذ الحصى من الأرض ويرمي به في وجوه المشركين وهنا سيقول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كل حصات تنزل على جسد مشرك إلا ويصاب بدرمة قادية ويسقط مغشيا عليه وهذه معجزة وكرامة رأها الصحابة فتأكدوا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فعلا رسول ونبي وفي هذه المعركة الغير المتكافئة ظل النبي الكريم يربط ما بين أخذ روح المبادرة والتكتيك وأيضا الدعاء والتدرع والاستغاثة حتى أوحى الله إليه يعني رغم كل شيء كان الجيش المشرك قويا وكثيرا لأن العرب قريش جمعت العرب وجمعت أصحاب المتكسبين أصحاب المصالح الذين لا يريدون هذا الدين يريدون أن يبقى المجتمع في جاهلية وضلال جمعتهم كل ضلال جمعتهم كلهم وكانوا أقوياء ومدربين على القتال هنا وصل النبي الكريم التدرع إلى مولاه فنزل عليه قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين مدهم الله تعالى بألف من الملائكة مردفين جاء المدد الإلهي وجنة المساندة البشر ضعيف لكن الله معنا وملائكة الرحمن هي جنود وهي صفوف وهي لا عد لها نزلوا وكان يقود هذا الألف من الملائكة جبريل عليه السلام حتى سمع الصحابة أصوات الملائكة وكانوا يرون رؤوسا تسقط دون أن يضربها أحد ويرون أجسادا تتلاشى دون أن يمسها أحد فتعجبوا فقال النبي الكريم وإني أراهم الآن بقيادة جبريل كابكبة من الملائكة بقيادة جبريل وهنا بدأ جبريل يتبت المؤمنين فقال الله تعالى أني معكم فتبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان جبريل والملائكة سند المسلمين بالشجاعة وأيضا توجهوا إلى المشركين بالرعب سلاح الرعب الخوف الهلع وربنا سبحانه وتعالى بدأت المعركة تأخذ مجالا آخر فانتصر المسلمون وبدأت أمارات الفشل والإضطراب تظهر على صفوف المشركين وانتصر المسلمون نصرا عظيمة وحينما انتهت المعركة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل بدر يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فإن ربنا يقلكم فإن ربنا يقلكم فإني قد غفرت لكم يا أهل بدر ربكم يقول لكم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم هذه النخمة الأولى من جماعة المسلمين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما انتهت المعركة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأخذ الأسرة وسيقول من أراد أن نفديه نحن لا علاقة لنا بالحرب نحن نريد السلم ننهي الحرب كفى دماء الآن تعالوا للتفاوض ما كان في المفاوضات رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل الأسرة كمبادلة قال من أراد من الأسرة أن يعود إلى أهله أعطونا مالا لأننا نحن الآن فقراء جدا أخذتم كل أموالنا وصدرتهم كل تروتنا فكان يعطيهم الأسير مقابل مال والذي ليس له مال ورأى فيه بأنه عنده فكر وعلم وثقافة قال له تعلم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة فكان يأخذ النبي الكريم عدد من المشركين لأنه يعدهم الفكر والثقافة والعلم قال أنتم الفيديا ديالكم كل واحد منكم إذا استطاع أن يعلم عشرة من غلمان المسلمين القراءة والكتابة صار حرا وفعلا هؤلاء الأسرة سوف يندمجون مع الأسرة المسلمة وسوف يرون أن المسلمين طيبون ومسالمون وحياتهم سهلة ومهلة وأنهم ليسوا بعدوانيين وإنما فقط أرادوا أن يحق الله الحق هكذا كانت المعركة تسمى بيوم الفرقان يوم التقى الجمعان هذه المعركة أيها الأحباب الكرام لماذا الأمة الإسلامية قاطبة نهجت على إحياء ذكره وحكم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون الله عز وجل نصر المسلمين وتاريخ الإسلام مليء بالحروب ومليء بالظلم ومليء بالاعتداء يقع الاعتداء على المسلمين العزل والأطفال والنساء والشيوخ وكان المسلمون لا يضعفون سبحان الله حينما تأتي هذه المناسبة دي الرمضان ويستحضرون غزوة بدر الكبرى تدب فيهم روح القوة وروح المتابرة وروح النضال وروح الجهاد فتعود الأمة إلى سالف عزها وإلى سالف مجدها لأن هذه الأمة الأمة الإسلامية أمة خالدة أي نعم قد تضعف أي نعم قد تتفرق أي نعم قد يقع لها هوان ولكنها سرعان ما تعود إنها أمة ولادة وربنا عز وجل مدح حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس نسأل الله تعالى في ذكر غزوة بدر الكبرى أن يلصر الله الإسلام ويعز المسلمين اللهم أعز الإسلام ونصر المسلمين اللهم أعيد أمة الإسلامية إلى سالف مجدها وإلى سالف عهدها وقوتها اللهم كن مع إخواننا في فلسطين كن معهم وليا كن معهم نصيرا اللهم أيدهم بجندك اللهم أيدهم بملائكتك اللهم انقذ الأطفال وانقذ يا رب الشيوخ وانقذ العجز والنساء وانقذ الضعفاء اللهم أنت وليهم وأنت حسيبهم يا دلجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم وفق القادة قادة الأمة الإسلامية لأن يوحد صفوفهم ويرفعوا راية الإسلام خفاقة ويسترجعون بالأمة الإسلامية إلى السلف العز والمجد انصر يا ربنا أمة سيدنا محمد اللهم وحد صفوف أمة سيدنا محمد اللهم أعز أمة سيدنا محمد قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم اللهم وحدحين là أمين آمين 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 ㅋㅋㅋ اللهم وýchوبين في دعنا محمد